السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم فتح خيارات المطورين ممكن يبدل بعض الناس سهل ومعروف لكن في ناس كتير سألت عليه ومتعرفش عنه حاجة بالرغم من أهميته كمان هنا في القناة ده في فيديوهات جاية إن شاء الله هيبقى فيها خيارات المطورين عنصر أساسي فيها خيارات المطورين هي عبارة عن العديد من الخيارات المتقدمة لمستخدم الأندرويد المتقدم ومطور البرامج الافتراض في الأجهزة إنها مخفية وده بسبب حساسيتها وخطرتها لو المستخدم مش فاهم هو بيعمل إيه هنشوف مع بعض إزاي نفعل خيارات المطورين في تلفونات سامسونج وباقي الشركات بتبقى مقاربة لنفس الخطوات مع اختلفات بسيطة في القوائم أو أماكن الاختيارات هنعمل الشرح بالعربي والإنجليزي في نفس الوقت عشان الناس ما تتلخبطش لتفعيل خيارات المطورين ندخل على سيتنجز أو إعدادات بعد كده أبوت فون أو حول الهاتف بعد كده سوفت وير انفورميشا أو معلومات البرامج نضغط سبع مرات متتالية على بلد نمبر أو رقم الإصدار وبكده يكون تم تفعيل وضع المطورين نعمل باك ونرجع لقيمة الأعدادات الرئيسية هنلاقي في آخر خانة خيارات المطورين إن شاء الله نبقى نتكلم عن بعضها في فيديوهات قادمة شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة